والله هي موقف مصر واضح أنه ضرورة الوصول الاتفاق قانوني ملزم إحنا لم نعترض على السد ولكن في نفس الوقت نعترض على عدم الوصول الاتفاق لأنه دوت فيه ضرر للجميع وليس لطرف واحد التعاون مهم وإحنا بننادي بالتعاون بين التلات دول وباقي الدول برضو فالتعاون مهم ونأمل أنه يكون فيه إرادة مماثلة للإرادة المصرية للتعاون والبصول الاتفاق والدوت اللي إحنا بنسع دي الحياة طبعا هي مصر بلد جفة أكثر بلد جفافا في العالم وهو اعتماد مصر على مية النيل 97% وبالتالي ده اعتماد مية مليون أو مية وعشرة مليون مصري يعيشونه على شريط دايق من الوادي والدلتة وبقية مصر صحرة فالاعتماد ده اعتماد لا يمكن الاستغناء عنه لو احنا فكرنا مثلا أو فرضنا أن فيه مليار متر مكعب بس نقص من المية اللي بتيجي مصر ده معناه أن فيه 200 ألف أسرة أو 200 ألف فدان حيبقوا مفهمش مورد مية وبالتالي دوت هيحصل بوار ومش هيزرعه الفدان الواحد في مصر بيعيج الأسرة مكوانة من خمس أفراد يعني أنا بتكلم خمسة في 200 ألف يعني حوالي مليون فرد سيتأثر بنقص أي كمية مية موسيقى